لها دلوقتي بحاجة طبنا يصل العمر المهم انه خلينا نكمل نتكلم في الساعة طيب ثواني اعمل شير كنا نتكلم في الساعة وفي انه ممكن يكون فيها حساس لإياس درجة الحرارة وممكن لا ماشي الحال طيب زي ما قلت الاتنين دول مثال لحاجة اسمها embedded system فهم يا زيد يعني ايه كلمة embedded system دلوقتي يبقى هنا في معالج وفي برمجة بتتم هنا بلغة من لغات البرمجة والروبوت نفس القصة خد بالك المجالين دول ده وده مجالات واعدة عندك في السعودية المشاريع اللي يعني تحتوي على أو الشركات الناشئة الصغيرة اللي تشتغل على المجالات دي السوق قدامها مفتوح لسه السوق بتاع السعودية بكر في الموضوع دي أوكي طيب وعلى فكرة البرمجة اللي بتستخدم هنا إلى حد ما أقل لتعقيدا وبتاخد وقت شوية قليل لو انت تعلمتها صح هي تاخد وقت في التعلم لكن عشان تعملها هتاخد وقت أقل عشان مقارنة بان انت تعمل برنامج يشتغل على الكمبيوتر العادي أو يشتغل حتى على التليفون ماشي لأنه يعني القوايم والحاجات دي قليلة قوي في الانبادة السيستنس انت بتشتغل من غير ما تتعامل مع أي شاشات ماشي فهمت حاجة يا زيد من أنا بقوله جميل طيب في حاجة برضو المجال بتاعها لسه جديد ومش كتير بيشتغلوا عليه يا زيد شايف الجهاز القدامك ده شفته قبل كده أو حتى تعرف ايه هو ليه هو توقع إذا ما خبرني حاجة الحركة أو كذي كده طيب بص ده اسمه EEG headset دي حاجة جديدة بتركبه الدماغ وحاجة كده بتاع ايه تاني عن صوتك استشعر ما تقد يعني الدماغ نفسه يعني صحيح 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 ايه بيقرأ الاشارات الدماغية فعلا ده ده منتك ابتدى ينزل في السوق ويطاح للمبرمجين ان هما يستخدموا واستخدماته كتير ماشي من ضمن الاستخدامات انه انه يعمل relaxation للبنى آدم يعني انت لو ما قصب ده ممكن يخليك تريلاكس ماشي ده ان هو بيدخل signal لعقلك ببشراتك وفيه طريقة تانية ان هو يطلع signal من من عقلك يتحكم بها في حاجة خارجية طب اذا الكلام ده بيعمله عن طريق حساسات هو في حساسات بتركب لما انت بتركب الهدسات دي على دماغك بتتوصل باجزاء معينة من الدماغ عندك وبتقدر تلقط منها signal او توصل لها signal طيب خلينا نتفرج ايه اللي ممكن يا ربي يا رحيل بص يا سيدي طيب الكلام ده برضو لاستخدامات هنقفل يزيل ونفتح تاني